تنفذ الدولة العديدة من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر في هذا الإطار عقد وزير الموارد المائية والرهية هاني سويلم اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة تأل حمام أحد مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر تصل نسبة التنفيذ من مشروع إلى 57% ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار الناقل بطول 174 كم